اللهم صلي وسلم وبارك على نبينا محمد صلاة تغفر بها ذنوبنا وتفرج بها همومنا مراد لحسابي ومعرفتي طاقة الإسم حرف الميم حرف الناري طاقته أربعون أربع درجات حرف الراء حرف المائي طاقته مئتان ست درجات حرف الألف حرف الناري طاقته واحد واحد وعشرون درجة حرف الدال حرف مائي طاقته أربعة ثمان وعشرون درجة مراد اسم طاقته رقم اثنان طبعه ناري في مظهره مائي في جوهره جنس حروفه مؤنثة البرج من خلال الاسم برج السرطان يناسبه برج الجدي الكوكب المسيطر كوكب القمر اللون المفضل الأبيض يوم السعد الاثنين الحجر المناسب الياقوت والعنبر الصورة القرآنية المناسبة للإسم هي صورة الإسراء أسماء الله الحسنى الخاصة بشحن طاقة الاسم يا خالق يا رزاق يا خبير يا علي يا واسع يا ودود يا مبدي يا والي يا متعالي يا ذو الجلال والإكرام يا مقصد يا مغني يا هادي صفاتك من خلال حروف اسمك أنت إنسان جميل وجذاب خجول كتوم متواضع ناجح في حياتك تحب أن تعامل بإحترام عند الغضب لا تحتمل تعاني من مشاكل عاطفية ذو قلب كبير تحب بصدق وإخلاص ودود وبشوش عاطفي لطيف محب للتواصل وإقامة العلاقات الإجتماعية استقلالي تحدد أهدافك وتعرف كيف تصل إليها لكن يصادفك في طريقها أو في طريق تحقيقها عدة مشاكل وعراقيل أنت ذو عقل راجح جدي إلى درجة الشراسة والعدوانية في إثبات وجهة نظرك ذو أفكار جيدة ذو طموح عالي تحب العمل والحركة عنيد نفسك طيبا وعقلك خلاق عاطفي وغيور وافق من نفسك ومن قدراتك العالية تعشق العمل وتتحمله لساعات طويلة جيد التصرف لا تهاب الفشل تهتم بتفاصيل الأمور وتقدم تنازلات للحفاظ على أسرتك تحب لفت الانتباه إليك ويلفت نظرك كل ما هو جميل وجذاب ونادر طاقة اسمك رقم اثنان متصل بكوكب القمر بيت السرطان من تأثيرات هذا الرقم على حياتك وشخصيتك أنك إنسان منتج عادل متعاون حساس عاطفي حكيم موثوق في آرائك قادر على اتخاذ القرارات تتمتع بالحماس والنشاط لك قدرة فائقة على إقامة التوازن مع كل من حولك برجك على الإسم هو برج السرطان وهو برج مائي أفضل شريك يناسبه للزواج هو برج الدل أو برج العذراء أو برج الجوزاء من تأثيرات البرج والكوكب على حياتك وشخصيتك أنك إنسان طيب القلب عاطفي محبوب صاحب حدث وبديهة وصاحب خيال واسع تتعامل بعفوية مع الآخرين عنيف ودوء انتقادات لاذعة تتعاطف مع الآخرين لكنك متشبث بآرائك عزيز النفس خفيف الروح والدم سريع الحركة كل من يراك يقدرك ويحبك تحمل عنصريني فقط في اسمك هما عنصر النار وعنصر الماء وهما عنصراني متضادان مما يجعل حياتك عرضة لبعض المشاكل والخلافات ظروف حياتك في بدايتها جميلة وذات طاقة جيدة تمكنك من عيش حياة سعيدة وتحقق فيها إنجازات عظيمة تتعب في بداية سن الثلاثين حيث تواجهك ظروف قاسية تجعلك تتحمل مسؤولية صعبة وتصارع ظروف الحياة من العوامل التي تسبب لك التعب في حياتك أنك إنسان عنيد متفرد بقراراتك ومتشبث بآرائك لا تستمع لنصائح الآخرين ولا تستشير من هم ذوي خبرة تتعرض للاستغلال من طرف الأشخاص المحيطين بك أنت ذو مبادئ وقيم لكن تجبرك الظروف القاسية التي تتعرض إليها إلى مخالفة هذه المبادئ والمشي عكس الطيار تكون كثير التفكير وكثير الهموم وقد تصاب بنكسة صحية تعمل بإجدهاد دون كلل أو ملل وتضحي كثيرا من أجل تحقيق أهدافك لكنك تشعر أحيانا أن الحظ لا يخدمك فلا تيأس فالعمل يأتي بنتيجة مرضية مهما طال انتظار تفريج الهموم ومهما ضاقت عليك الدنيا بهمومها تأكد أن الله سيفرج عليك من أوسع أبوابه تحمل حروف المال في اسمك وتكون حياتك جيدة بإذن الله وتعيش في رخاء مادي كبير وهذا نتيجة اجتهادك ومصابرتك طاقة اسمك جيدة أنت شخص تهتم بتفاصيل الأمور وهذا يجعلك تركز على أهدافك وطموحاتك وتجعلها سهلة المنال إننا لا نملك في هذا الزمن الصعب إلا أن نتضرع إلى الله بالدعاء فبذكر الله تطمئن القلوب وما يجعلنا نتغلب على ظروفنا الصعبة هو التقرب إلى الله بكل أنواع الطاعات بذكر الله بالاستغفار بالصلاة على محمد وآل محمد اذكر الله ذكرا كثيرا فهو وحده القادر على تغيير سوء حالنا إلى حسن حاله والله أعلم والله الموفق